عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي من شأنها وضع صقف للاستثمارات العامة وقد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع صقف للاستثمارات العامة في سبيل العمل على تغفيض معدلات التضخم أشار مدبولي أن الاجتماع يهدف لتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة والتي تتولى تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعمل المالي 2024-2025 لكافة جهات الدولة بما في ذلك الهيئة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات المملوقة بالكامل للدولة أو أي من الوزرات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها في التأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للصقف المالي المحدد بالقرار بتريليوني جنيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر